موسيقى 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 ممن يمتلك شهادة أكاديمية ارجعوا إلى التاريخ اقرأوا هذا هو تاريخكم هذا هو واقع الحال أنا أيضا لم أأتي هنا بالتاريخ كبحث تاريخي نعم أعطي الخط والطريق لكن مع هذا نريد أن نؤسس هذا الشياع العام للأمور الفقهية والأمور العقدية والعقائدية والفكرية والانتماءات المذهبية فنتحدث هنا عن زيارة قبور ونتحدث في مقام آخر عن موقف شرعي ونقارن هذا ونقارن ذاك مع مواقف للخلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأمة أهل البيت لحكام هنا لحاكم هناك لعالم هنا لإمام مذهب هنا لصوف هنا وهكذا نحاول أن نؤسس للجانب العقدي وللجانب الفقهي أي للجانب الأصولي الديني وللجانب الفرعي الفقهي يقول وسبب رحيله أن القمص ريموند صاحب ترابلس كان عظيما فيهم من أعيان شاطينهم وكان ملك الفرنج مجذوما عاجزا عن تدبير الملك فقد تولى القمص ريموند تدبير الملك وإليه الحل والعقد فأرسل إليه من بحلب يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد التي بيت صلاح الدين فأرسل إليه من بحلب يطلبون منه من 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 هذا الشيطان من القمص ريموند يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد التي بيت صلاح الدين ليرحل عنهم فسار إلى حمص من سار الشيطان ريموند الصليبي الفرنجي فسار إلى حمص ونازلها سابع رجب فلما تجهز لقصدها سمع صلاح الدين الخبر فرحل عن حلب ترجمة نانسي قنقر